دلوقتي معهد الحركة او الاربانشن مع برنامج فوجون تتوني وستين احنا شوفنا ازاي نعمل موديل دلوقتي هنشوف ازاي نعمل فيه حركة بحيث تعمل ملف فيديو توري الناس مثلا الحاجات هتحرك ازاي او ممكن توري مثلا تفاصيل الاجزاء ديت لو فكناها كل جزء الواحدة هيبقى عمل ازاي فهاجه هنا من موديل وهقول له انا عايز اعمل انيميشن تمام فهو بيفتح لي استوريو بورد بيحكي قصة الانيميشن ده هيبقى ماشي ازاي تمام ما فيه عندي هنا فيو طول ما فيه علامة تسجيل دوت اي حركة بعملها بتتسجل هنا في شريط دوت لو انا عايز اوقف التسجيل بيدوس عليه يبقى كده خلاص بقى بيسجلش تمام طيب انا لو عايز استوريو بورد تاني بحيث مسلا عندي كزا ملف فيديو هيدوس هنا علامة الزائد واعمل استوريو بورد اقول له مسلا عايز حاجة من جديدة او هابدأ من اخر حاجات عملت قبل كده او ممكن ندوس على هنا تطلع لنفس الشاشة اقول له اوكي هيبدأ اعمل لي كزا طيب انا دلوقتي هبدأ اعمل عملية بسطة جدا تمام خليها مسلا مجرد ان اعملت الحركة ديت هو بدأ يسجل فقول له انا عايز اعمل اه او عايز اعمل للاجزاء حددت مسلا دوت وحددت جزء دوت تمام هبدأ اعمل له موف هبدأ احرك الشاشة ده من هنا هستقول له ان الحركة من ثانية واحد مسلا للثانية خمسة واقول له اعمل موف من هنا لهنا في شكل دوت وهقول له انتر كده هو سجل الحركة عندي طيب تعال هنشوف الملف ده بعمل ازاي بص اوه في شكل دوت في حركة وبعد كده بيدخل السن دوت عاصل ما يعورش حد طيب لو انا عايز اعكس الحركة ديت هاجي هنا هدوس راك لك وقول له يعني احكس الحركة واقول له موف بص هتبعه اعمل ازاي عكس الحركة يعني الحاجات الملفك انه ماشي بعكسي الحاجات اللي هي كانت في السنية والاولينية ببقى في السنية الاخيرة تمام هتجي هنا تقول له هيحكس هيلك تمام وممكن هنا برضه تقول له انا عايز اغير اسم دوت او عايز اعمل او او تمام كل دول تقدر تحكم فيهم كل واحدة لوحدها تمام تقدر تعملها ترانسفير لوحدها تقدر تعمل ديت للاكشن ديت ممكن مسلا كل انا عملت اكشنات كتيرة فعايز تلغى واحدة فيهم بتلونها طيب خلينا نشوف حاجة تانية تعالى مسلا نعمل عملية حركة لجزء تاني تمام يعني هاجي هنا اعمل عملية حركة مسلا لجزء دوت فه هاضغط عليه واقول له ترانسفير وهقول له اعمل لي موف بالشكل دوت تعم هادوس انتر وهقول له اعمل لي مسلا موف لده نعم هقول له الناحية دي تعم وادوس انتر بص الاجزاء كلها بدأت تتفاك فتشوف الحاجة دي هتنقونا من كم جزء بحيث ممكن تتبع كل جزء لوحده تمام طيب خلينا نروح للسوري بورد فاضي خالص ممكن بكل سهولة اعلم على المجسم كله واقول له هنا ايه اكسو بورد اوتو اكسو بورد تمام يعني لو في جزءين معمولين مع بعض خليهم زي ما هم معمولين مع بعض تمام بيقول لي اعمل تمام فهو هيبدأ يعمل تحليل عناصر وهيبدأ يفككها بحيث كل جزء مفاصل بزيته زي العربية كده اتفكت فكل جزء اه لوحده كل حاجة سليبة بس الوحدة تمام اه طيب تعالى نفرج على الفيديو دوت نعم انت بقى بتبدأ تشوف عايز تفجر لحد فين وتقول له اوكي تمام وبقى كده هقول له اه مرد الحركة تمام الحركة ممكن تكون سريعة شوية فتبدأ تتحكم فيها تقول له بس ان عايز الجزء ده هنا مسلا اهوت بحيث بدل ما هي سريعة تاخد وقت اطول تمام تعال نشوفها بقى كده تمام كده هو حط لك كل جزء الوحد تمام ممكن انت هتحكم في كل جزء فيهم لوحده وتقدر تعمله موف بحس انت مسلا مش عايزه في المكان دوت اللي عايزها مسلا تبقى ريبة هنا هتقدر تحكم في كل العناصر زي ما انت عايزه تمام يعني الحركة دي مش نهائية لأ انت بعد كده بتبدأ تتحكم وتشوف انت كل عايز الجزء بتحطه فيه تمام طيب خلينا نعمل استيرو بورد جديدة ماشي خلينا نبدأ حاجة من السفر جديد اهوت تمام طيب هاجي انا ما اقول له اوتوكسبلود اول ليفل ممكن تكون في بعض الاجزاء مكانة من اكتر من جزء فهو بيحلل لحد اللي ما يوصل لأقل عنصر موجود تمام يعني خلينا نعمل سيليكت كده بس بياخد طبعا وقت اطول تمام ممكن يكون واحد مسلا في قلب العنصر حتى قز عنصر تاني تمام ممكن تقول له انا عايز او لا اكتر اه انا هقول له هنا فجر كتير اهه وقول له اوكي تمام وتقدر برضو تتحكم في الوقت زي ما انت عايز تقدر تحكم في مكان كل واحد في يوم تعمل له موف تعمل له ورتيت زي ما انت عايز يعني الموضوع مش حاجة سابتة لأ انت بعد كده بتبدأ تتحكم ايه اه 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 كل واحد في يوم تروح فيه تمام دي طبعا ببشكلة حلو ممكن تكون انت مسلا اه عامل مسلا اه بيت كبير فتروح ايه لا جزء المعماري يروح يمين وجزء الانشاء يروح شمال وجزء الكهرومكانك اللي يفضل في النص فتبدأ توري العناصر الاولية للمشروع او كل حتة هتبقى لوحديها او ممكن مسلا اه فيلا وفيها حمام سباحة او فيها ارض فتبدأ كل واحد فيهم يبقى مفاصل بذاته فالواحد يبدأ يشوف العناصر الاولية للمشروع فبيبقى شكلها شيك وتبقى حاجة جديدة تمام يعني حتى في اه لما انت اريد شغل على العميل او بتاني مشروع التقرب بتحاول تامي الحاجة جديدة تبهر اللي قدامك. طيب خليها نقول لهم الحاجة تانية. اقول له كلين. تمام? ممكن اتحكم في الحاجة دي تظهر او ما تظهرش. هقول له انا عايز اه شو اند هايت. يعني انا عايز الجزء ده مسلا يظهر او ما يظهرش. شو اند هايت. تمام? اهو. تعالي هنا. هقول له شو اند هايت. يعكس الحاجة. يعني الحاجة اللي هي زهرة. هخليها بالزهرة. والحاجة اللي من الزهرة اخليها بالزهرة. تمام? طيب. الجزء ده مسلا ممكن اجيه هنا اقول له ايه. في الحاجة دي. شو اند هايت. خلاص هيخفي الحاجة ما ناجي هنا. اقول له ايه اظهر العنصر دوت. تمام? خلينا نفرج على الفيديو دوت. بدأ في عنصر يختفي. بدأ في عنصر يظهر. وهكذا. تمام? دي دي الفكرة من من قصة الازهار والاخلي. ممكن لو عايزين نجمع الشكل تاني. يعني بعد ما احنا عملنا تقسيمة. هاجي هنا اقول له انا عايز اجمع الشكل تاني. اعلم عن كل عناصر. واجي هنا من تردستفورم وهقول له رستور هوم. هيبدأ يجمع لي الشكل بالطرق دي دي. فهاجي اقول له مسلا نوريني. هيبدأ يقسم. ويبدأ يجمع الشكل التاني. تمام? طيب. ممكن تحط يعني كل اوت مجرد مرحوزات. الطرق ديت. عايز تشوف المرحوزات هتيجي هنا هتلاقي الانوتيشن نهاية. ممكن تقول له دليت اكشن او هاي شو اند هايد بحيث تظهر وتطفي. اقول له دليت اكشن. هنا فيو طول ما العلامة التسجيل دي موجودة اي حركة بتعملها بتبدأ تتسجل هنا. لو انت مش عايز عايز تبدأ تحرك براحتك وما يسجلش الحركة ديت هتدوس هنا وتبدأ تحرك براحتك هتلاقي ما فيش اي تسجيل بدأ يظهر. انما لو انت بتسجل وبدأ تعمل حركة هتلاقي ان هو بدأ يعمل آآ حركة الكاميرا حتى موجودة هنا تمام. يعني كل ما تجي تعمل زوم هيبدأ يسجل علي كدوت وده هيزهر في الفيديو. تمام? لو انت بش عايز الكلمة دي تظهر. هتشيل العلامة من هنا. مانشوف تاكستوطر مارك. تمام? آآ 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 شكل التسجيل اللي بعمل ازاي اللي هما الحاجات ديت. ربقية طيم لاين، تمام? آآ لو احنا عايزنا نشوف الحاجات دي بقى فولو سكرين تم لالشاشة. dental. شغله ديت. دوس بل اي هيبدأ يورك الفيديو زي ما انت شايف البرنامج متميز بالسهولة مجمع الامر السهلة في كل برنامج فتلاقي اا بتقدر تعمل شغل عالي جدا في وقت قليل تمام طيب اا بعدك هتقول له بابلش لما تعمل الفيديو تأكد ان هو تمام في بعض هنا الادوات المساعدة زي مسلا انت تعمل فري اوربت انت تعمل لقاءات انت تعمل بانت تحرك لقاءات بان زوم ان انت تعمل زوم على جزء معين تعمل نافذ كده وتعمل زوم عليها كل الادوات دي بتساعد في ان انت تظهر الشغل بان انت تقرب منه وتابد عنه تمام ديس بل ستنج لو انت مسلا عايز تظهر شدد او وير فريم بيزهر بشكل دوت بحيز ان انت تشوف الاجزاء والحاجات اللي وراها عن الانفيرومنت لو انت عايز مسلا دارك سكوي بشكل دوت لو انت عايز شوية افكت مسلا زي انفيرومنت دوم بيعمل لك شكل اوبة حاولين الشكل دوت اهو تمام افكت اجروند بلين عايز اجروند يزر و لا اجروند ريفليكشن جروند بقى فيه انعكاس الاستور او لا تمام خليها نرجحها زي ما كانت بشكل دوت بس خليها شدد تمام اهو ان لو انت عايز اه لي اوت جريد دي يزهر معاك لو انت عايز زي سناب تو جريد كل الحاجات دي يزهر مساعدة لشغل التعامل طيب احنا قد اهو انت خلصنا ممكن نعمل بابلش و زي ما انت شايف البراوزر الرسا موجود لو انت عايز جزء تزهر او تخفي زي ما انت عايز طيب هقول له ده هتي بابلش بيقول هل انت عايز تعمل كل الستوري بورد ولا كارنت استوري بورد طيب هقول له كارنت استوري بورد طيب عايز بتاع الفيديو يبقى عامل ازاي ما سكن في كام هقول له اه اه اوكي بعد كده بيقول اختار الاسم الاسم طبعا ما يفعش بطويل او بطويل او طيب عايز اي في اي طب عايز سايف على الكلاود هتختار اسم المشروع اللي انت شغال عليه او هتقول له انا عايز ساف تو ماي كمبيوتر انت عايز سايف الفيديو ده على الكمبيوتر تمام يعني اما الكلاود لما على ماي كمبيوتر فهقول له اوكي فهيبدأ يحوالي الشغل ده كله لفيديو بابلش فيديو زي ما انت شايف البرنامج سهل و بسيط بالعمل عليه ممتع تقدر تعمل اشكال بطرق سهلة يعني حتى ممكن تعمل مسلا حاجة وبعد كده تدخلها في الريفيت او الوتوكيد او الماكس زي ما احنا شوفنا قبل كده طبعا الماكس هو استاذ العمل للحاجات المعقادة او بفاتة افصيل كتيرة بس ده بيتماز بالسهولة ما بياخدش وقت في نفس الوقت في حاجات كتيرة كويةية زي موضوع الكام دوت زي موضوع سوموليشن فبرنامج استحق فرصة ان انت تشتغل عليه او دلوقتي بيعمل بابلش للفيديو تعال ابقى نشوف الفيديو دلوقتي هاجي هنا هلاقي الفيديو هوت ده اللي انكاس احنا اخر حاجة اختر نوعه اعملنا سليكت على الانكاس بتاع الدراونت اده هو الفيديو زي ما تشاف حلو وكويس وما خدش منها وقت في ان احنا نعمل الفيديو دوت اتمنى كون الموضوع سهل وبسيط واتمنى ان انا على اي شغل كويس جدا شغل مبدع ان شاء الله